نزوح لا يتوقف للأهالي بحثا عن ملاذ آمن هذا هو الجانب الذي يمكن رؤيته من مأساة الوازعية مئات الأسر وآلاف الأشخاص اضطروا إلى النزوح من معظم قرى وبلدات هذه المدرية شفه الساحلية منذ أن اقتحمتها قوات المخلوع صالح ميليشيا الحوث الإنقلابية قبل أكثر من عام ونصف النزوح مأساة بحد ذاته لكن داخل هذا النزوح ثمت قصص أكثر إيلاما عن أسر افترشت الأرض والتحفت السماء وافتقدت الماء والغذاء كما هو حال هؤلاء الذين انتهى بهم المطاف هنا في منطقة الكدحة توزع نازح الوازعية في المديرية المجاورة في المضاربة ومقبنى والشمائتين وتقاسم جميعا مأساوية النزوح وقسوته في ظل الغياب شبه الكامل للرعاية والاهتمام إن من جانب الحكومة أو من المنظمات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية الفقر هو المظهر الأبرز في مأساة النزوح هنا يتعمق الشعور بالضياع وبالعجز عن مواجهة قسوة الشتاء واحتياجات الأطفال إلى لحاف يقهم البرد وإلى غذاء يقيم وودهم يتحلق هؤلاء الأطفال حول أم عاجزة عن تقديم أي شيء لهم وأب كل الذي استطاع أن يقدمه هذا المأوى التعيس جدا قبل أن يغادرهم ليضرب في الأرض بحثا عن الرزق كل العائلات النازحة تقريبا تتقاسم هذا المصير من حياة البؤس هنا في المستقر الجديد بعد أن خلفوا ذكريات أكثر مأساوية عن أعزاء فقد في الحرب التي فرضها عليهم الإنقلابيون شكرا